اشتركوا في القناة ليفتتح مشواره برباعي أهلا بكم إذن سحبت قرعة بطولة الدوري في منطقتين شمال وشرق حلب على مدرج جامعة حلب بمشاركة 12 فريقا من مناطق عزاز والباب وعفرين بواقع أربع فرق لكل منطقة ستقام البطولة بنظام الذهاب والإياب بين الفرص المشاركة اليوم انطلقنا بالإعلان الدوري الموحد في المناطق المحررة ويتضمن هذه المناطق من مدينة العفرين إلى الباب كاملة بإذن الله تعالى وستشارك على هذه الدوري الموحد 12 نادي وطبعا كان هناك دوري كل منطقة لحالها واليوم انطلقنا الدوري بإذن الله تعالى أول مباراة بـ 6 30 أول يوم الجمعة ستنطلق وأيضا اليوم تم القرعة للأندية وطبعا هدف الأول وأساسي خدمة الرياضة في هذه المنطقة والتوحيد الرياضة أيضا في المناطق الآمنة طبعا نحن اليوم هذا المؤتمر لإطلاق الدوري السوري الموحد في مناطق الشمال المحرر وهي خطوة كتير مميزة لإطلاق هذا الدوري هو لأول مرغة يسير في هذه المناطق الشمال السوري المحرر ولحيكون الدوري بمشاركة 12 فرين أربع فراء من عفرين وأربع من الباب وأربع من مدينة عزاز الرياضة أنوان جميل يجمعنا الرياضة يمكن أن تكون جسر للعبور إلى حالة أكثر تنظيما حالة أكثر رقيا حالة تعطي صورة إيجابية عن المنطقة وعن المجتمع المنطقة فيها نخبة من الرياضيين المميزين من الأبطال فيها نخبة من الإداريين الآن بتكامل الجهود والتعاون ما بين هذه الجهات ينطلق هذا المشروع لأجل نشاط رياضي إن شاء الله بيكون مثير محفز فيه بطولة فيه أبداع لأجل أن نقول أن الرياضة فعلا هي لغة تجمع الجميع لا تحتاج إلى ترجمة طبعا اليوم تم الاجتماع انطلاق الدوري الموحد وتم سحب القرآة الحمد لله رب العالمين تم الأمر بنجاح صار فيه شوي مناقشات حول النظام الداخلي وحول اللجنة المسابقات وكلها تداركناها انطلاق الدوري ستة الشهر مراتنا الأولى راح تكون ضد نادي الثورة فريقنا إن شاء الله يكون فيه همة عالية فريقنا مدجج بالعناصر الشاب وعناصر الخبرة إن شاء الله نكون خير مثيل منطقتنا في منطقة الباب بهذا الدوري الموحد ستكون وزعنا الواحد إلى 12 وتم ضرب مثل ما حكنا أنه الكترونيا ورقميا طبعا قرعة المرحلة الأولى أسفرت عن المواجهات التالية الفتوى سيواجه تل رفعت أيضا بزاعة سيواجه عزاز الثورة مع صقور الفرات قباسين مع الاتحاد الحلبي والرواد مع أهل عفرين ومارع مع الميادين هذه هي مواجهات المرحلة الأولى من هذا الدوري وتم اعتماد عدة ملاعب لاستضافة المباريات وهي ملاعب عفرين وعزاز والباب والراعي إضافة إلى مارع إلى القارات الأوروبية حسم بايرين ميونيخ الألماني لقاء القم أمام ضيفه مانشستر يونيتد الإنجليزي وتغلب عليه بأربعة أهداف لثلاثة وذلك في إطار منافسة المجموعة الأولى من دور أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز آرنا تقدم الساني بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة والعشرين ثم أضف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين ومع بداية الشوط الثاني نجح الدنماركي راسموس هويلاند في تقليص النتيجة لليونيتد عند الدقيقة التاسعة والأربعين عزز بايرين من جديد تقدمه بتسجيل الهدف الثالث عن طريق الإنجليزي هاري كيين في الدقيقة الرابعة والخمسين من ركلة جزاء الدقائق الأخيرة كانت في قمة الإثارة بعدما سجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني لليونيتد في الدقيقة الثانية والثمانين رد الفرنسي ماتيا ستيل بهدف رابع لبايرين في الدقيقة الثانية والتسعين قبل أن يحرز كاسيميرو من جديد هدفا ثالثا للفريق الإنجليزي في الدقيقة السادسة والتسعين نعم في أول خمس وعشرين دقيقة أظن أننا كنا أفضل من بايرين ميونيخ وبعد ذلك الهدف الذي سجل كان سهلا للغاية لم يكن ذلك خطأ حارس المرمى أندري أونانا فقط إذا رأيت مدى سهولة مروري لوروي ساني مهاجم بايرين تدرك ذلك وهذا له علاقة بالتركيز كان يجب أن لا نترك هذه التفاصيل لتحدث بهذه السهولة وهذه هي النقطة التي يتعين علينا أن ندركها كأفراد وكفريق للفوز في المباريات لقد خاب أملي لأنه عندما تسجل ثلاثة أهداف في ميونيخ عليك على الأقل أن تحصل على نقطة واحدة لكننا لن نفعل ذلك لقد كانت الأهداف سهلة النتيجة مقلوبة بعض الشيء لأننا لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول وما زلنا نتقدم بنتيجة 2-0 ولعبنا بشكل جيد للغاية في الحصة الثانية لكننا تراجعنا في الشوط الثاني بعد ذلك وفي النهاية أعتقد أنه فوز مستحق كل فوز في دور أبطال أوروبا يمثل نقطة كبيرة كل فوز ضد مانشستان يونيتد يمثل نقطة كبيرة ليس هناك شك في ذلك لكن هناك أشياء يتعين علينا العمل عليها إذن بعد انتهاء هذه القمة تصدر بايرن ميونيخ المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بفريق نقطتين عن كل من جلاتسرايا التركي وكوبنهاجن الدنماركي نقطة لكل فريق بينما تذيل اليونيتد ترتيب المجموعة دون أي نقاط من المعلومات والإحصائيات بعد انتهاء هذه المباراة فأن مانشستر يونيتد خسر بثلاثة أهداف فأكثر في ثلاث مباريات متتالية بكل البطولات لأول مرة منذ عام 1978 وسبعين نتائج سي لهذا الفريق ففي الثالث من أيلول خسر أمام أرسنال في الدور بثلاثة لواحد وفي السادس عشر من هذا الشهر أيضا تعرض للهزمة أمام برايتون ثلاثة واحد أيضا وفي قمة الأبطال خسر أمام بايرين في العشرين من أيلول بأربعة هدف لثلاثة وبحسب شبكة أوبتال الإحصائيات سجل لونيتد أيضا رقما كارثيا باستقبال شيباكه أربعة عشر هدفا في كافة البطولات هذا الموسم أكثر من أي فريق آخر في البريمر ليج تسبب تقدير خاطئ للكرة في استقبال حارس المرمى الكاميروني أندري أونانا للهدف الأول في خسارة مانشستر يونيتد أمام البايرين لا يحظى هذا الحارس بموسم أول جيد مع فريق الشياطين الحمر في الجهة المقابلة المهاجم الإنجليزي هاريكين البالغ من العمر 29 عاما سجل أول أهدافه في دور إبطال أوروبا بقميص فريقه الجديد بايرين ميونيخ من ركلة جزاء الصحف الإنجليزية الصادرة أبرزت دور هاريكين في فوز بايرين على منشستر يونيتد ونبدأ مع صحيفة ديليميل التي عنونت كين أونانا غير قادر القناس يجهز على اليونيتد بعد هفوة حارس المرمى كين غير مهتم بالعودة إلى توتنهام في ظل وجود ليفي رئيس النادي هكذا عنونت وكتبت هذه الصحيفة صحيفة ديلي تيلغراف بدورها كتبت لا يوجد دفاع هذا هو العنوان هفوات يونيتد جعلته يدفع ثمنا باهظا تروسارد يمهد طريق أرسنال لتدمير آيند هوفن وذلك في المباراة التي سنذكر تفاصيلها بعد قليل إلى صحيفة ميرور التي عنونت بدورها السيناريو الأسوأ كين يظهر لليونيتد ما يفتقدون إليه هفوة أونانا ورقلة جزاء بخطأ من إيريكسن نأخذ بعض المنشورات من حسابات المتابعين على منصة X عن مباراة القمة بين بايرن ويونيتد محمد عواد الكاتب وصحفي الرياضي قال في حسابه بقاءة أخيرة جعلتها مباراة نتذكرها جميعا في النهاية ينتصر بايرن ميونيخ مانشستر يونيتد خسر بشكل غير مؤلم لكن تراكم الخسارات يجعل المباراة المقبلة في الدور لهم مصيرية لمسار الموسم كله بدوره حسين وهبي وهو صانع محتوى رياضي ومشجع لليونيتد قال في منشوره ليست هذه ليست صدف ليست المرة الأولى ولا يبدو أنها ستكون الأخيرة مانشستر يونيتد لديه مشكلة الذهنية في التعامل مع الوقت بعد تسجيل الأهداف وبعد تلقيها لديه مشكلة في العودة إلى الأساسيات في الأوقات التي تلي اللحظات العطفية والانفعالية بحسب ما كتب سهيلة لحويك وهو أعلامي رياضي لبناني ومشجع للي بايرن قال في حسابه جماهير بايرن وجماهير منشستر يونيتد للمرة الأولى جماهير الفريق الفائز حزينين وجماهير الفريق الخاسر سعداء أقول للجمهورين بايرن ويونيتد سيتأهلان وهذه أول مباراة في دور المجموعات لذا لا تكثر الكلام والتحليل بايرن لديه نواقص ونحن في بداية الموسم ويونيتد لديه غيابات كثيرة وما زلنا أيضا في بداية الموسم كما كتب في المجموعة الأولى أيضا وفي مباراة ثانية في دور الأبطال تعادل فريق جلاتا سرايا التركي بهدفين لمثله ماما ضيفه كوبين هاجن الدنماركي وذلك في مستهل مشواره بدور المجموعات لتشامبيونز ليج استطاع جلاتا سرايا الذي خاض اللقاء على ملعبه باسطنبول ووسط جماهيره استطاع قلب تأخره بهدفين إلى تعادل مثير وذلك في الضقائق الأخيرة من عمر اللقاء ليقتنص نقطة ثمينة إلى المجموعة الثالثة وصل الإنجليزي جود بيلينجهام لعب دور المنقذ لريال مدريد الإسباني بعدما قاضه للفوز في الوقت القاتل بهدف دون رد على ضيفه أونيون برلين العلمانية وذلك في مستهل مباريات الفريقين بمرحلة المجموعات لدور الأبطال أنتظر الريال حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني ليحرز هدفه الوحيد بواسطة بيلينجهام الذي منح الفريق الملكي أولى ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة التي فاز فيها أيضا نابولي الإيطالي على مضيف سبورتين البرتغالي بهدفين لواحد إذن يواصل النجم الإنجليزي المتألق جود بيلينجهام كتابة الأرقام القياسية مع فريقه الجديد ريال مدريد سواء في الدور الإسباني أو في دور أبطال أوروبا وحسب شبكة سكواكا للإحصائيات فإن بيلينجهام لمس الكرة التسعين لمسة وأكملت تسعا وخمسين تمريرا وفاز بخمس مبارزات مع لعبين آخرين وسدد أربع تسديدات وصنع ثلاثة فرص وفاز بثلاثة أخطاء وسجل هدفا واحدا في الفوز أمام أونيون برلين هذا اللاعب الخارق للعادة إلى حد الآن مع فريق ريال مدريد القادم الجديد إلى الفريق الملكي من بروسيا دورتموند الألمانية أحصائية أخرى تفردت بها شبكة أوبتا تقول أن جود بيلينجهام أصبح سادسة لاعب إنجليزي يظهر مع ريال مدريد في دور أبطال أوروبا بعد لوري كنينجهام وستيف ماك منامن وديفيد بيكهام ومايكل أوين وجوناثان وودغيت وأصبح أيضا هذا اللاعب رابع لاعب يسجل في ظهور الأول مع ريال مدريد سواء في الليجة أو في دور الأبطال طوال القرن الحادي والعشرين بعد كريستيان ورونالدو في 2009 وإسكو ألاركون في 2013 وماركو أسينسيو في 2016 جود بيلينجهام هو ثاني لاعب إنجليزي أيضا يسجل هدفا في أول ظهور له مع ريال مدريد بعد لوروي كنينجهام حصيلت هذا اللاعب النجم القادم الجديد إلى ريال مدريد حتى الآن مع الفريق الملكي في الليجة ودور الأبطال ستة أهداف في خمس مباريات خمس أهداف في الليجة وهدف واحد في التشامبيونز ليج وقدم تمرير حاسمة واحدة الصحفة الإسبانية تحدثت عن الفوز الصعب للريال على الوافد الجديد للبطولة أونيون برلين والبداية مع صحيفة ماركا التي عنوانت بعد هذا الفوز الصعب لريال مدريد الإيمان بالمعجزات الإحساس الجديد في مدريد يفتح الباب أمام كثير من اللمسات الأخيرة دون فعالية كروس وفالفيردي يمنحان الفريق الأمل أمام أونيون برلين صحيفة تاث بدورها عنوانت على فوز ريال مدريد دائما مدريد الفريق الأبيض وبيلنجهام يفعلانها في الدقيقة يفعلانها مرة أخرى هدف الفوز في الدقيقة الرابعة والتسعين الإنجليزي يهدم الجدار الألماني في مزاد أنشلوتي الثاني والثلاثين كما كتبت هذه الصحيفة إلى مباريات المجموعة الثانية سحق أرسنال الإنجليزي ضيفه أيندهوفن الهولندي بربعية دون رد سجلها بوكايوس ساكا والبلجيكي لياندرو تروسارد والبرازيلي جابرييل خيسوس والنرويجي مارتن أوديغارد وذلك مباريات المجموعة وفي مواجهة ثانية تعادل إشبيليا بملعبه مع لانس الفرنسي بهدف لمثله ليتصدر أرسنال ترتيب فرق المجموعة خطف أنتر ميلا تعادلا صعبا أمام مستضيفه ريال سوسيداد بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات المجموعة الرابعة سجل برايس مندز هدف أصحاب الأرض بعد أربع دقائق من البداية وعدل لو تروا مارتينيز النتيجة للإنتر بالدقيقة السابعة والثمانين بهذا التعادل اكتف كل فريق بالحصول على نقطة واحدة ليحتل الإنتر وصفة المجموعة الرابعة خلف المتصدر سالسبورغ النمساوي بثلاث نقاط بعد تغلبه على مصدفه بينفك البرتغالي بهدفين دون مقابل انتهى شوط إضافي إلى اللقاء اشتركوا في القناة